ست سحراني ما أقدر أكد هذه المحلومة إذا خلينا نقادر ولكن السيد الحلبوسي نعم يسعى لتغيير المحافظ ولكن لن نسمح بتغيير المحافظ من نفس الحزب حتى ولو كان لديه النواب الأكثر نواب الأنبار في الحقيقة نواب مرهونين ومع الأسف يمثلون أهلهم وعشائرهم وجمهورهم نواب الأنبار مثل ما طلع السيد ليث الدليمي وفضح كل الإقالات والاستقالات ونحن نعلم بذلك وتكلمنا سابقا ولكن النواب عليهم أن يكونون نواب يمثلون جمهورهم وإلا جمهورهم راح يحاسبهم هو النعب اللي يوقع استقاله على نفسه ليضمن وصوله للبرلمان هذا يمثل جمهوره الكلمة للجمهور وللشعب مول النعب هل يمثل جمهوره شيخ لا والله ما يمثل جمهوره ولا يمثل شعبه ولكن عليهم ولديهم الفرصة بأن ينسحبون ويعلنون موقفهم وإلا سيكون موقف عشائرهم منعدهم موقف مشدد ولن نسامحهم أبدا فلديهم الفرصة العام بالانسحاب وأنا جالس مع الكثيرين من عدهم بأحاديثهم بمجالسهم يقول لك دائما يطلع السيد الحلبوسي منتصرا بكل معركة يتعرض له فليهذا يقول لك إحنا ضمانتنا بالبقاء مع السيد الحلبوسي بمشروعه بخطة هذا كلام موقنع النائب هو من يمثل الصوت للجمهور ويمثل الجمهور في قبة البرلمان والنائب إلى كلمته والسيد الحلبوسي هو حالة حال النواب الآخرين لكن فقط صار اتفاق على أن يكون رئيس أما في البرلمان هو حالة حال الأعضاء البرلمان وعلى الأخوة في البرلمان لديهم الفرصة الأخيرة يعلنون موقفهم مع أهلهم وناسهم وعشائرهم وينسحبون وما يرضون بهذه الطهادات التي جاءت الصير على المحافظة وعلى أهلهم وإلا والله سيحاسبون حساب الحلبوسي اشتركوا في القناة